اشتركوا في القناة سنستمع الآن لأولاد يذكرون هذه الأشياء يقولون ما اسمها وما لونها أول طفل سيتحدث عليكم أن تجدوا الشيء الذي يتحدث عنه وتضعون عنده رقم واحد والثاني تجدون الشيء الذي يتحدث عنه وتضعون رقم اثنان لنستمع معا سمعنا البنت تقول انظروا إلى ألعاب انظروا إلى ألعابي انا لدي ماذا قالت؟ قالت I've got a kite ما هي الكايت؟ الكايت هي الطائرة الورقية It's yellow and pink قالت It's yellow and pink إنها صفرة ووردية إذن هذه الصورة number one تحدثت عنها أول شيء إذن هنا نضع number one سمعنا I've got a scooter سكوتر هي هذه التي تشبه الدراجة أيضا It's orange Orange اللون البرتقالي إذن هذه هي السكوتر ولونها برتقالي وقبل الكلام سمعنا two إذن هذه number two نضع هنا الرقم اثنان نتابع Three I've got a bike It's yellow I like my toys I've got a bike It's yellow I've got لدي A bike Bike هي الدراجة الدراجة الهوائية Bike It's yellow إنها صفرة إذن هنا number three ثم قالت I love my toys أنا أحب ألعابي Look at my school things Things سمعنا الولد يقول Look at my school things Things أشياء School مدرسة Look at انظروا إلى انظروا إلى أشياء المدرسة لديه أشياء خاصة بالمدرسة Look at my school Things Things أشياء Four I've got a pen It's blue قال الولد I've got a pen لدي قلم حبر It's blue إنه أزرق هذا قلم الحبر وهو أزرق إذن هذه number four Five I've got an eraser It's red and blue I've got an eraser Eraser هي الممحة Eraser Eraser It's red and blue إنها حمراء وزرقاء إذن هنا number five Eraser Six I've got a crayon It's pink I like my school things I've got a crayon It's pink لدي قلم تلوين شمع إنه pink Pink وردي I love my school Things أحب أشياء المدرسية إذن هنا number six نعيد الأسماء سويا What's this ما هذه It's a kite إنها طائرة ورقية It's a kite It's yellow and pink صفراء ووردية What's this What's this It's a scooter إنها سكوتر إنها سكوتر It's orange إنها برتقالية What's this It's a bike إنها دراجة It's yellow إنها صفراء What's this It's a pen It's blue إنه قلم حبر إنه أزرق What's this It's an eraser Eraser It's red and blue What's this It's a crayon Crayon قلم شمع قلم تلوين شمع It's pink إنه وردي Exercise two Listen and point استمعوا وأشيروا أشيروا إلى الأشياء التي تسمعون اسمها Then listen and sing ثم استمعوا وغنوا كلمات الأغنية تقول My things are on the desk أشياء تكون على المقعد مقعد المدرسة الموجود في الصف Let's have a look لنلقي نظرة These are crayons هذه ألوان شمعية This is a book هذا كتاب Those are pencils تلك أقلام خشبية أقلام تلوين خشبية That is a pen ذلك قلم حبر Come on everyone تعالوا جميعا Let's sing it again دعونا نغنيها مرة ثانية Let's أي let us دعونا sing نغني it هي عن الأغنية again مرة أخرى إذا سنستمع الآن للأغنية ونشير هنا على هذه الصورة وفقا للكلمات التي سنسمعها لنستمع معا مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى لنستمع معا مرة أخرى 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 المرة أخرى اخطى هذه يداخل معا مرة أخرى المرة أخرى عنه ويشير للأقلام فيستخدم عوضا عن these يقول those تلك تلك أقلام خشبية those are pencils إذن إذا كان لدينا شيء أكثر من واحد ونريد أن نقول عنه هذه أو هذه الأشياء نقول these these are ونقول pencils مثلا إذا كانت الأشياء الكثيرة بعيدة عنا ونريد أن نقول تلك ونشير لها لأنها بعيدة نقول those those are pencils لنستمع معا لهذا التسجيل لنفهم الفرق this is a pen these are pens that is a pen those are pens إذن هذا قلم واحد وهو قريب من لحظة اليد قريبة منه فنقول هذا يكون قلما this is a pen this is a pen هذا قلم إذا كان القلم بعيدا عنه ونريد أن نقول ذلك قلم نقول that بدل this that لأنه بعيد that is a pen ذلك قلم إذا كان لدينا أكثر من قلم أو أكثر من شيء قريب مننا نقول these these هذه هذه الأشياء القريبة these are pens هذه أقلام وهنا لدينا هذه الأقلام ولكن بعيدة عننا نريد أن نقول تلك تلك البعيدة نقول those those are pens those are pens ومع المفرد نستخدم is يكون اشياء كثيرة بدل الاس نضع are these are are للجمع لأكثر من واحد إذن للمفرد القريب this is هذا يكون للمفرد البعيد that is للجمع القريب these are للجمع البعيد those are سننتقل الآن للصفحة 7 7 الصفحة السابعة التمرين الرابع listen and point استمع وأشر سنستمع الآن لهذه الكلمات ونشير للكلمة التي نسمعها ثم نعيد الاستماع then listen and say ثم استمع وقل سنعيد الاستماع مرة أخرى وكرروا الكلمة التي تسمعونها لنستمع معا 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 إذن ماذا سمعنا؟ سمعنا numbers numbers أرقام الرقم 11 هو 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 سنعيد التسجيل الصوتي مرة أخرى بعد أن تسمع اسم الرقام كيف يقرأ أعيدوه بصوت مرتفع سنعيد التسجيل الصوتي مرة أخرى بعد أن تسمع اسم الرقام كيف يقرأ أعيدوه بصوت مرتفع 20 Exercise 5. Listen and Chant. استمع وأنشد. سنستمع أولا ثويا ثم نشرح الكلمات. 1, 2, 3 10 in the tree. Come on everyone, count with me. 11, 12, 13. Kites in the tree. Come on everyone, count with me. 14, 15, 16. Kites in the tree. Come on everyone, count with me. 17, 18, 19. 20 in the tree. Come on everyone, count with me. 1, 2, 3. Kites in the tree. Kites in the tree. Come on everyone. 1, 2, 3. Kites in the tree. Come on everyone, count with me. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Kites in the tree. 2, 3. Kites in the tree. Come on everyone, count with me. 7, 8, 9, 10 in the tree. 7, 8, 9, 10 in the tree. 7, 8, 9, 10. Kites in the tree. Come on everyone, count with me. 11, 12, 13. Kites in the tree. 11, 12, 13. Kites in the tree. 11, 12, 13. Kites in the tree. Come on everyone, count with me. 14, 15, 16. Kites in the tree. 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 Come on everyone, count with me. 15, 16. Kites in the tree. 8, 10, 13. Kites in the tree. 14, 16. Kites in the tree. One. How many planes can you see? 14, 16. Kites in the tree. I can see 12 planes. ماذا سمعنا؟ كم عدد الطائرات التي تستطيع أن تراها؟ إذن كم عدد الطائرات التي تستطيع أن تراها؟ الإجابة كانت إذن المطلوب هنا أن نكتب الرقم الذي سمعناه سنستمع لباقي الأرقام ثم نكتبها سويا كم عدد الطائرات التي تستطيع أن تراها؟ كم عدد الطائرات التي تستطيع أن تراها؟ تسعة عشر، تسعة عشر مبرى ثري كم عدد الطائرات التي ترى؟ أستطيع أن أرى خمسة عشر دباً محشو كم دباً تستطيع أن ترا؟ أستطيع أن أرى خمسة عشر دباً محشو أرى خمسة عدد الطائرات التي تستطيع أن تراها؟ أستطيع أن أرى خمسة عدد الطائرات التي تستطيع أن تراها؟ الآن سنكتب الأرقام هنا إذن 12 إثنى عشر 19 19 15 15 13 ثلاثة عشر انظروا داخل الصف اسألوا وأجيبوا هذه أمثلة عن الأسئلة عن الأغراض الموجودة في الصف كيف يمكن أن تسألوا عنها والإجابة كم عدد المقاعد التي تستطيع أن تراها أنا أستطيع أن أرى خمسة عشر مقعدا انظروا حولكم في الصف ماذا ترون من أشياء اسألوا عن عددها وأجيبوا الآن سنذهب إلى الصفحة الثامنة والخمسين من هذا الكتاب الذي ندرس فيه الآن كتاب الطالب الصفحة الثامنة والخمسين هي عبارة عن مراجعة للوحدة التي مرت أسئلة لنتذكر ما درسنا read and write اقرأ واكتب ثم ألصق نجوما هنا عند السؤال الذي تجيبون عليه في وحدة welcome السؤال هو ما هو هذا الرقم؟ هذا الرقم عشرون ثيرتين ثلاثة عشر بالسؤالين في الصفحة الثامنة والخمسين المتعلقين بهذه الوحدة وحدة welcome الترحيب ننتهي من شرح هذه الوحدة من كتاب الطالب ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم مع الدرس الأخير من هذه الوحدة من كتاب السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر